حرك استفزازي للغاية قد يبدد جميع الجهود الصعودية من أجل فرض السلام في منطقات الشرق الأوسط وزير الداخلية الإيرانية استفز الصعودية والكويت فقد تفقد أحمد وحيد وزير الداخلية الإيرانية الخميس عددا من الحقول النفطية لدى وصوله إلى محافظة بوشهر الوقع جنوب إيران من بينها حقل الظرع وقام وحيد أيضا خلال زيارته للحقول النفطية بتفقد حقل فروزان الواقع بين إيران والمملكة العربية الصعودية كما قام وزير الداخلية الإيراني بجولة جوية فوق حقول النفطية أخرى منها ساروش وأبو ذر وآرش ونوذر وفقا لوكالة الأمباء الإيرانية يرنى ويعد حقل الغاز في مياه الخليجة الذي تم اكتشافه عام 1967 موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ فترة طاولة ويطلق على الحقل الواقع في الجانب الكويتية الضرة بينما يسمى في الجانب الإيراني أرش وقد قال معلق تزمنا مع زيارة وزير الداخلية الإيراني لتفقد الحقول المشتركة مخالفا بذلك العرافة الدولية قام وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد بزيارة قاعدة محمد الأحمد البحرية حنكة سياسية وتوجيه رسالة بأننا جاهزون للدفاع عن حقوقنا ولن نتهاون في الرد وكأن لسنح لوزير الدفاع الكويتية الشيخ أحمد الفهد نحن هنا ولن نتنازل عن شبر واحد من حقولنا هذا الشبل من ذلك الأسد رحم الله الشهيد الشيخ فهد الأحمد وقال خالد العوضي أبو عبد الله في خطوة استفزازية ستساهم في زيادة الاحتقان بشأن ملف وزير الداخلية الإيراني الغبي يتفقد حقل الدرع أعتقد النظام الإيراني الأرعان لم يتعلم الدرس مما حصل مع النظام البعثي ورئيسه ملبائد المقبور صدى محسن لذلك هذا النظام الإيراني يحتاج ضربة على رأسه حتى يتأدب إيران بالعربية على تويتر وزير الداخلية القوة البحرية رصخت قدرة البلاد في الخليج الفارسي أعلن وزير الداخلية الإيراني أن القوة البحرية للجيش والحرس الثوري رصخت اليوم قدرة جمهورية إيران الإسلامية في الخليج الفارسي أكثر من أي وقت مضى وذلك بعد زيارته لحقل الدرع يقول أحد المعلقين غاضبا وهو سلطان خالد سلطان ابن نايل أين الأصوات العنصرية من الاستفزاز الذي قام به وزير الداخلية الإيران عندما زار حقل الدرع الكويتي السعودي أو أن وطنيتكم لا تظهر إلا عندما يتعلق الأمر بأي شيء مرتبط بجمهورية مصر والوافدين أو البدن من هو الخطر الحقيقي ومن سيقف معنا عندما يكون هناك تهديد ضد وطننا وقال المحامي سعد الشحومي غاضبا من حكومة الكويت خبر من الوكالة الإيرانية للأنباء يقول بأن وزير الداخلية الإيراني أخذ طائرة هليكوبتر وأخذ فارتين على حقل الدور الكويتي السعودي بالمقابل وزارة الخارجية الله يحفظها تخرج ببيان تبارك رغبة الأشقاء في السعودية باستضافة كاس العل وزارة الخارجية تهنئ رغبة طيب خرق الجانب الإيراني للسيادة الكويتية السعودية ليس من ماب أجدى أن تخرج الخارجية ببيان أليس من المفروض الدعوة إلى جلسة طارئة في مجلس الأمن لوقف الخرقات الإيرانية العراقية المستمرة أليس من باب أولى اجتماع عاجل لمجلس الوزراء أليس على مجلس الأمة الاجتماع العاجل أليست هذه الحكومة وصلت إلى مرحلة الفشل الذارع المخيفة